خالد اليومين دول فيه جانرس كتير قوي للأغاني يعنوعة كتير مختلفة في المهرجانات في التراب في الراپ الحاجات دي كلها تحب تسمع ايه وشايف حال الأغاني اليومين دول عامل ازاي والله بوسي انا تخضيت في الاول من اللي هي سباشيلي وقت بداية المهرجانات والحاجات دي بعد كده بدأت شوية اتعود وبدأت ودني تختار الحاجات اللي هي عجباني يعني منها وبدأت تبقى فيها حاجات فعلا حلوة بدأت حاجات تبقى شوية فيها مزيكة حلوة يبقى الناس حتى بدأت تبقى عليها قبول جد فبحث ان هي زي بداية اي حاجة بيبقى ليها كده خضة في الاول شوية بعد كده بدأت نتقبلها واحدة واحدة مع الوقت يعني ممكن تغني حاجة مهرجانات بطبيعة مختلفة؟ او تراب لو عايز لمنت عايز يعني هي اغني اغني طبعا كاغنية ممكن للا بس حتى لما بنعملها بنعملها بقى بهزار كده مع صحابنا يعني وحاجات كده يعني ممكن تغني طبعا كمان لان الدم ينفع حاجة انا محب يعني فيه انواع ما فيه اغني من الطبع في حاجات حلوة فيه حاجات يعني شدت ودني جدت ففيه حاجات طبعا اه ممكن جد للا تتسمعنا حاجة طيب؟ طبعا طبعا او مهرجانات زي ما انت عايز او مهرجانات او تراب اللي جاهز معاك كان فيه كده اغني بتاعت ويكز كنت يعني بلعب انا هو واحد صعبي حتى نزلها على السوشيال ميديا وطلقت شوية كانت نحاول نفتكر بقى الكلام طبعا صعب شوية بس حاول نفتكر يعني بفت نت عشر المظبيت يا سمك شعرة يا مصبيح ضبع بسعر المقاطية لو انت بابا طبانامين مش نفس اللون ما نتساويش يا لحمانية ما تستويش قلبت الحيل ونسكويك صدري وسا واحتويك بس كد حتى igne أنا اول مرة نسمعها اصلا طيب اناao اريد اضم مشاريع كنت الان طيب اغاني المهمة قوي في حياتي يعني وغنية كمان بعديها يعني فيك ان شاء الله سنية حوالي طي وارب اغاني المهمين ففي شوية هالطاقة كده وأكتيفتي شوية السنة دي انت تعلمت غنم متأخر فتعلمت الجيتار امتى؟ لا الجيتار انا تعلمته عارفة زي ما نقول كده لماضة كده عشان بلحن وبدأ يبقى عندي شوية شغل في الألحان فاشتريت جيتار ويوتيوب بقى وبدأت مع الوقت أنطلق به يعني طيب ولاي كويس كنت بتتكلم معنا دلوقتي أنك بتدرب وبتعلم بزرط مستوى بتاع الأجيال الجديدة عاملت ازاي؟ بص فيه وفيه بس طبعا هو الفكرة كلها أن المستوى بيتحدد على أساس اللي هو بيسمعه فاحنا نوع السمع بتاعنا دلوقتي مختلف شوية مفيش حد لوقتي بيسمع قديم لا فيه طبعا فيه من الأجيال الجديدة؟ مش بيسمع قديم بيسمع قديم أسخلي بقى لك القديم بتاعه بقى ايه؟ القديم بتاعه النهاردة عمر دياب اللي هو المتوسط بتاعنا اه هو عمر دياب ومحمد منير هو ده القديم بتاعه فيه طبعا الناس اللي هي متخصصة شوية اللي هو بيغني في الأوبرا من هو صغير اللي هو بيغني اللي هو في معد الموسيقى العربية غزب عنه عشان يعرف أصلا يتطور لازم بيسمع القديم اللي هو القديم بقى وشحات وأدوار وعبد الوهاب ومكلسوم والحاجات دي كلها فده طبعا بيبقى مع الوقت يعني فده طبعا بيام